انتشار القواعد أساس عبد الحليم لحماية الحدود المصرية بهذا الحجم على كافة المناطق دي طفرة جديدة بالنسبة لا طبعا طفرة هائلة ومتسقة تماما مع أشياء أخرى الفكرة الأساسية كما نقول إن جيش المصري برتبط بالمجتمع المصري يعني فكرة إنه طبقة أو جماعة منفصلة مش موجودة وده بسبب قيامه في الأساس في تكوينه على فكرة تجنيد الوطن العام ما فيه شاب مصري بيبلغ كذا إلا ما يروح يقدم نفسه الخدمة العسكرية وأمر طبعا من البنات فيما بعد فعلنا ذلك يعني لكن الفكرة الأساسية هذا التكوين جعل الجيش المصري قطع من المجتمع المصري وليس شيئا منفصلة يعني حاملا روحه وألامه وأشواء وأحلامه وإلى أحلامه هذا الارتباط الفريد رغم إنه حملات على الجيش المصري سواء من خارج أو من الداخل قد تؤثر فيه بدرجة أو بأخرى لكن الرصيد هائل جدا قد يعد الجيش المصري في علاقته بالشعب المصري أو ما نسميه احترام المصريين للجيش المصري احترام المصريين للكاتي احترام المصريين يعني ده لم يأتي من فراغ هذه ظاهرة مصرية مش بقول ظاهرة مصرية عشان إحنا في عزلة عن العالم طبعا الشعوب بينها عناصر مشتركة أو آخر لكن تجانس التكوين المصري الثقافي تاريخيا بحيث لا يمكن أن انت يعني كما قلت أكثر من مرة أن مصري دي قبضة يد لكن فك أصابعها إلى يوم يبعثون منزومين موحد قطري تكوين الجيش المصري بهذه الطريقة هو الذي يجعل فكرة إقامة فرقة أو خلق الشروخ أو كذا مسألة مستحيلة كمان ليس معنى ذلك أن الجيش المصري جامعة من الملائكة ولا أقول أن المصريين جامعة هم أرغم الملائكة لكن زي كما قلت البناء آدم في النهاية حسب السياق الذي يوضع فيه وأفضل سياق وأفضل مؤسسة من حيث انتظامها وانضبطها ووضوح عقيدتها الوطنية الجامعة في مؤسسات الدولة المصرية هي مؤسسات النقاع العظمي كما وصفتها قبل وفي قلبها الجيش فهنا ده المدرسة الأولى لصناعة الوطنية المصرية انتشار هذه القواعد في هذا السياق عمل بالضبط كانتشار فكرة التنمية في مصر فكرة خلق مصر جديدة وليست مصر التي ورثناها ألفاً فألف ألف سنة فألف سنة اللي هي المحصورة حول شريان النيل فمن هنا انتشار هذه القواعد هو صورة من صور توسع مش توسع يعني انتشار المصريين فوق أرضهم التاريخية وليس النظر إلى بعض المناطق باعتبرها في تعبير مصر بيروقراتي يقول لك المناطق النائية لم تعود هناك من منطقة نائية أو هكذا نأمل وبالتالي لم يعود هناك من أماكن انحصار لتكونات الجيش المصري في القلب النيلي أو فقط عند محور الشرق شكراً جزيلاً لحضرتك الكاتب الصحفي الكبير أستاذ عبد الحليم أنديل شرق أنا أشوفك في موجهة جديدة إن شاء الله شكراً لحضراتكم أشوفكم بكرة بإذن الله ودي كانت تخطيطنا النهاردة لإفتتاح السيد الرئيس لقاعدة 3 يوليو البحرية وحضوره لمناورة قادر 2021 أشوفكم بكرة إن شاء الله